رجال ونساء شباب وشيوخ في المدن كانوا أو القرى والنجوع اصطفوا على أبواب اللجان يحملون رسالة لها قراءات عدة أهمها أن هناك شعبا يقف على قلب رجل واحد ليسطروا كلمة ويصنع تاريخا بكل حرية وإرادة فمنذ الساعات الأولى لبدء الانتخابات الرئاسية الفين وأربعة وعشرين والتي انطلقت أمس وتستمر حتى الغد شاركت كل فئات المجتمع بتناغم وتلاحم شديدين لاستكمال مسيرة التنمية والبناء سعيا إلى الجمهورية الجديدة إلى مصر الحديثة وهذا هو عنوان الرسالة وتصدر علم مصر المشهد الانتخابي مرافقا جميع فئات المواطنين من الشباب والسيدات وكبار السن وذوي الهمم وحتى الأطفال ممن ليس لهم حق الانتخاب لكن يبقى حقهم الأصيل في مشاهدة عرس ديمقراطي يسطره أباؤهم وأمهاتهم سعيا الحفاظ على مكتسبات الوطن ورغبة في مواصلة مسيرة الأمن والأمان ولليوم الثالي على التوالي أبرز النخبون حرصهم كذلك على القدوم إلى اللجان حاملين على ممصر في يد ومسكين بأطفالهم في اليد الأخرى لغرس روحي الانتماء لدى الصغار سعيا لتنشئة جيل قادر على تحمل أمانة هذا الوطن في المستقبل أهلا بحضراتكم في هذه المتابعة وهذه التخطية الحية لمبرايات سير العملية الانتخابية انتخابات الرئاسة 2024